الوزارة طبعا وزارة الطبيب والتعليم والدولة المصرية اتساعدت نحو إنها تساعد نسخيات تكونولوجيا وتطورات تكونولوجيا الحديثة في مجال التعليم. وكان أحد هذه الصور أو النعكسات هي الモنصات التعليمية. الモنصات التعليمية ديه واسعة جدا وبتشمل كذاwu مينوصة. منها منصات على الإنترنت. فيها منصات على شاشات التلفزيون فيه منصات سمعية على الرديو طب. من أمسة المنصات دي مثلا فندي فيه منصة اسمها حصص مصر المنصة دي خاصة به المراحل التعليمية من أول تلتة عدد التلتة سنوية فيه حاجة تانية منصة اسمها الزاكر منصة اسمها بوابة تعليم الالكتروني على موقع وزارة طلبية وتعليم وهي دي من أكتر المواقع رواجا بين الطلاب وبين أولاء الأمور فيه بوابة التعليم الفني حتى تعليم الفني يعملون له منصة فيه بوابة تعليم الالكتروني لزاوي الاحتياجات الخاصة يباحنا هنا منسي ناس تزور احتاجات الخاصة فيه تطبيق اسمه مدرسيتنا بلص فيه موقع وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب فيه كمان يا فندم حاجة اسمها اللي هي بوابة منك المعرفة المصري دي كلها بوابات معرفية يمكن التطالب بتاعنا لو دخل فيه وقت حيلاقي كل حاجة خاصة بكل الصفور الدراسية وكل المقررات موجودة فيها هذه المنصات طب المنصات دي بتعكس مجموعة من الأشياء المهمة أول حاجة فندم أول حاجة إن هي بتتماشى مع روح العاصر إن الطلاب أو كل الشباب والأطفال متجدين نحو التكنولوجيا نحو المبايلات والتاب واللاب فبالتالي اللي تظهر هنا جابت لهم حاجة يمكن يتعاملوا معها بسهولة وكل دولات يتعاملوا مع التكنولوجيا بل بالعكس الطفل الزغير يمكن يفهم أكثر من شخص كبير في التكنولوجيا تاني حاجة فندم من مميزات أو أهمية هذه المنصات إن هي بتشمل زي ما قلت من شوية جميع الصفور الدراسية وجميع مكررات في كل فصل سيادتك لو دخلت أي منصة بتخوش بتحدد مرحلة مثلا إعدادية سنوية الابتدائية وفي كل مرحلة بتحدد فصل الدراسي مثلا الصف الأول الثاني الثالث وبعد ما تحدد بتحدد المادة اللي انت عايز تعمل فيها مراجعة أو دروس سواء مثل لغة عربية أو لغة انجليزية أو إلى آخر طيب كمان العرض فيها المعلومات بشكل تفاعلي بمعنى إن الطالب ما بكون شاعد كده وعد يسمع زي التلفزيون الطالب هنا بتفاعل مع المحتوى بمعنى لما يفتح أي درس قدامه أكتر من حاجة يمكن تفاعل معاها أو يفتحها يمكن يدوس على حاجة اسمع أهداف الدرس يخش على أهداف الدرس يارف الدرس إذا إيه مطلوب منه أنه يحققه في هذا الدرس يمكن يدوس على حاجة اسمع شرح الدرس يبقى هنا بيشرح الدرس بشكل تفاعلي يعني بيبقى فيه تفاعل مع المنصة وبيتم يعني مباشرة ردود عليه بالزبطة فعلا يعني العايز مثلا يخش على الأسئلة يخش على الأسئلة والأسئلة فيها ميزة كويسة جدا هي بتديله فيدباك يعني فيدباك نوع من مبارد ما يخلص حال الأسئلة بيأخذ الإجابات ودي حالة طربوية في منتهى منتهى إيه ده أهمية كمان المنصات من الميزاتها إنها بتحل الطالب إنه هو يخش عليها في أي وقت في اليوم من شرط إنها زي ما عندما رسم الساعة 7 لقال الساعة 1 مثلا ملزم بها لا يمكن يخش فيها ساعة 3 العصة لي أكثر من مرة لغاية ما يفهمه كمان بتخلي كل طالب يتعلم وفقا لكل ورصة